ابن قريعة قاض من قضاة السنة ولكن الرجل منصف وهو صادق في قوله ينقل الأربل أبيات مهمة للقاضي أبي بكر ابن قريعة هكذا يقول فيها يا من يسائل دائبا باستمرار يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيف ولربما استور بدى كالطبل من تحت القطيف طبل وتضرب عليه وقد غطيته بعباءتك هو مستور بالعباءة لكنه مفضوح يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيف ولربما استور بدى كالطبل من تحت القطيفة إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة لو لا اعتداء رعية ألغى سياستها الخليفة وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة مضروبة ضربا شديدا لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة هذا الأمر كان معروفا القاضي ابن قريعة توفي سنة 367 للهجر من القدماء وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة ولأي حال لحدت بالليل فاطمة الشريفة ولما حمت شيخيكم عن وطء حجرتها المنيفة أوهن أوهن لبنت محمد ماتت بغصتها أسيف موطن الشاهد هنا وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة هذه ثقافة معروفة عن العترة الطاهرة يعرفها القاصي والداني الداني من أوليائهم أما القاصي إذا كان منصفا كهذا الرجل إذا كان صادقا كهذا الشاعر كابن قريعة شكرا